ومرة تانية رجعنا لكل حضراتكم بعد الفاصل في فقرتنا المعتادة زي كل اسبوع من استغلناش عنها النهاردة هنكمل سلسلة حلقات حصاد 20-23 ايه اهم الاسئلة لدكتور عاصم فرج وستاذ امراض الجلدية والتجميل جاوبنا عليها على مدار السنة هنعيدها تانية على حضراتكم لانها بتجلنا كتير وبتتكرر اسئلة مهمة واكيد يعني انصح كل سيدة تكون مركزة وكل رجل كمان على فكرة مركزة جدا في الاسئلة دي لانها بتلم مواضيع كتيرة منور دكتور عاصم واكسلونس الحلقة زي المعتاد الله يخليك الله يخليك كل سنة طيب منور يا دكتور كل سنة وانت طيب ويا رب سنة سعيدة اعطى بيتها خضرة عليك ان شاء الله الترتيب البشرة هنتكلم عنه بس انا عايز اقول الاول سادة المشاهدين والمشاهدات انه على البوست بتاع دكتور عاصم فرج على صفحتنا صفحة ستات ما عارفوش يكذبه هو ده بالزبط خشوا اكتبوا لنا اسئلتك واستفساراتك او اي ملاحظات احنا كل اسبوع الحقيقة بيجي لنا مئات الالاف من الاسئلة وبنحاول قدر الامكان ان احنا نجاوب عنها واللي ما بنقدرش يا اما بنرد بعد كده او بتبقى ملهمة جدا لنا ان احنا نعمل عشانها فقرات كاملة عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لو كان سؤال مشترك ما بين اكتر من حد ادونا للعلامة الزرقة ما عارفش اتعرفك ولا لا حاجة مهمة اوي في الميديا ما عارفش اتعرفك ولا لا مبروك وسط الاكاونت دكتور مبروك اه ان العلامة الزرقة دي اعتقد 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 اتنين او ثلاثة واخدينها في الميدل ايس ان الصفحة معترف بيها اوفيشيال هاي لانها طبعا بتقدم ردود كبيرة واختيرة على كساؤلات مهمة اه ده لسه لسبوع الفات ده لبعتولي ورقة وبقنا عليها علامة زرقة انها صفحة مؤثرة وعشان كده طبعا عن استحقاق طبعا وقال في مبروك طب احنا نتكلم الاول عن ترتيب البشرة اللي هو عامل مشكلة لناس كتير هل الترتيب صفشتة هل الترتيب بيبقى للبشرة الجافة بس طب جبت المرتب ايه المرتب اللي يلقلي او اللي ينفع لي طب جبت المرتب خلاص وعرفت ايه اللي ينفع لي استعمله ازاي هو برضو انا ماشي في الحصاد باكتر اسئلة جات لنا صح او غالب كويس عشان ما انا عدش انزيد من السؤال الرهيب انا حكمل في الشتة ترتيب انا ده هو الترتيب اتخلق للشتة ده هو لما تلاقي ايش عند حضرتك مش انت ياك لما تلاقي ايش رجامة ضرورة تعملي ترتيب بعد طيب احسن حاجة منتجات طبعا السيكالفيت والسيكابيو وا 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 دي الصراحة الترتيب فعال امتى امتى استخدم كورتزون هل ممكن استخدم كورتزون عشان اعمل نظارة للبشرة هل ممكن استخدم توبيكال كورتكوستورويد عشان اعمل ده هيفتحني يا دكتور عاصم حينورني يا دكتور عاصم هروح على حفلات الراص السنة اين وجد اين وجد وانا اكتر اشراقا وا وا اوعي قديني بقول لك وديني بقول لك اوعي والسؤال ده انا تسألته لا يقل عن الف مرة ده مفيش اضرار الكورتزون تكمن في ما قبل الحفلات يعني ايه التكمن ليه انه هو انا عارف انه بينور الدنيا انا عارف انها ما بيعمل ايه ولا حيرطب شوف الغريبة في الموضوع هتعمل كل المشاكل ومش حيرطبها تقولك بشيل طبقة من الجلد ليه انه هيعمل وردية فحيب اسمها روزيشيا انديوست ستيرويد انديوست روزيشيا يبا دي نمرة واحد يعني الوردية اللي في الوش دي من الكورتيزول وتفتكر ان خدودها موردة بقى كده وتفرح وتفرح وقضي بصوها وبطعب حاجات زي كده انما دي مشاكل التشقيق كلها بعد كده الانقح من كده انها رغم انها هتنور ورغم كده برضو مش هتعمل ترتيب ده وشها حينشى فاكتا حيسوق اكتا طيب احنا عوزين نأكد برضو لمشاهديننا اللي عندهم اسئلة يدخلوا على صفحاتنا صفحة البرنامج على الفوت بتاع دكتور عاصم اكتبوا لنا الاسئلة بتاعاتكم وإلى ان يعني وعلى فكرة جدت بفعل اسئلة كتير قوي بس على ما ناخد برضو اجابات على الاسئلة المتكررة فكرة الجفاف بتاع البشرة هل ضروري يكون معاه اكزيمة حلو جدا السؤال ده بدايات الاجزيمة عشان نتكلم كلام صحيح البدايات هي الجفاف طيب انا ما عليكتش الجفاف انا ما عملتش ترتيب للجفاف هتتحول الى اجزيمة وايجزيمة عنيفة عنيفة الايجزيمة الشطوية دي لا تتخيلوا مشاكلها قد ايه لانه هيقعد يكسل يروح حتى يعمل شوية مية سعيد على الوش يجيب ترتيب صبونة حيقعد يكسل يروح يقوم تزيد 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 تبتدي الهرش يبا احنا هنا السؤال التحول من الجلد الجاف الجلد الجاف او اللي جاف او العمل القشرة دي الى نوع من انواع دراي اجزيمة اللي احنا دايما هنتكلم عليها بكرة دي غالبا على الاجزيمة التأتبية هي دي بدايات الاجزيمة التأتبية عشان كده الترتيب لها يعني زي ما نقوله حاليات نلحق نفسنا من اول ما نشعر بجفاف في البشرة في الشتعة وفي الصيحة صح كده تمام يعني الجفاف ممكن يؤدي الاجزيمة والاجزيمة ممكن بتعمل الجفاف الاثنين مرتبطين كسندروم مع بعض هو ما ده فيرش اللي انت قلت له ده فيرش واز ازاي فيرش يعني الصد درد ايوا ده يؤدي وده يؤدي طيب البيجمنتيشن بقى تصبغات البشرة واللي بتحصله والستة بتبقى فقدة الامل تقولك وانا هترجع البقع دي هترجع تاني لوني الطبيعي بتدي تبقى تدخل في متاهات اه هو ازاي دايما انا نقول نعرف سببها ايوا لما هعرف سببها لما هعالجها ما تش هترجع جميل يعني ضروري اعرف سببها طيب هل هي من الشمس هل هي كلف هل هي اه 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 تعرض زيادة عن اللزوم للشمس هل هي للضوء هل انا بقى حطيت بيرفيوب في الوش وبعدين الدنيا غمقت بسببها هل انا عندي غمقان تحت العين هل انا عندي غمقان حوالين البقف انا لو اقولكوا هناك ايجي 12 سبب 12 سبب للغمقان اللي في الوش ما حاش هستدق داروني نبع عارفين السبب عشان نبطله يبانا لو انا بجاية من البرفيوم لو هي جاية من البرفيوم ورش البرفيوم بعدين نطلعه في الضوء نبطل السبب علشان لو بقى فيه غمقان في حتة مالهاش علاقة بالشمس زي تحت الابر السنسيب اريا اه اه وتحت الابر الغمقان ده لو داير ما يدور ده احتكاك هدوب لو هي في الفولت يعني في النص ده دي اودرانت اتراش اه يعني احنا المكان بتاع الغمقان في الوش وفي المناتك التانية دي مكانه هو ده اللي حيخلينا نعالبه انما غير كده لا يعني على حسب سبب الغمقان او التصابغات نقدر نحدد العلاج مش كله علاج واحد وايه العلاج بيكون هاي انا حنعمل ما انا كنت قلتلك فيه اللي هو دي بي ديرب واللي اهم بقى الدرماكتب هويت ده درماكتب هويت زي ما بيقولو جدا حنين شوية ايه ترتيب على تفتيح مش درجة التفتيح مش كل حد زي التاني طب انا حقول لكم حاجة حلوة نعاونو ما قلتها مش عارب تجيلي حاجات في مخ كده لون الغمقان يفرق معاني يا سلام يا دكتور عاصر لو هي جري ايه لو هي جري دي ولا هي بني البني سهلة البني دي فين يا جماعة في سطح الجلد اللي فوق دي لو هي استنت عليها عملت لها تأشير البني تمانية وعشرين اه 18 يوم كده لو بتاعه هتروع كل ما بقت جري ونزلت لتحت في العمق لا ما تروحش بسرعة يبديت بينها فوقيها بالضبط كده حتة كبيرة خاصة وبتبس شبه النمش كده في الوشة قبوعة صغيرة المهم ولا بتاخد مساحات كبيرة المهم بتاخد ضروري بوت بلوتش فاحنا عندنا عشان كده الكلف تلت انواع كلف سطحي في الوشة كلف عميق وفي منهم الاتنين لما انا بنشوفه اللونه جري جري بلو جري بلو ده بالذات يعني هيقعد كتير قوي 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 هيقعد ضروري انما البراون ده نلحق نضيع الفورة يعني بس انا لانا فهمتوا من كلام حقيق وامان ان الاسباب ممكن تختلف لكن انواع الكريبات والعلاجات واحدة اه بس انت امدي ايدي بالليزر كل ما كان بدري يبقى احسن كل ما اتأخر النهاردة حاجة جديدة هيا اول مرة اقولها هناك اعماق للون اعماق للون بحر لما يعني البحر وانتوا قاعدين كده ده لونه بيبقى اه بقى رايق ده لون السماء اه البتاع غماء 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 يبقى فيه عمق صحيح طيب في سؤال على الصفحة دكتور وسؤال يعني مهم في اليومين دول تحديدا بتقول لحضرتك يا مش كاتبة الاسم احنا ندخينا على موسم احتفالات بنهاية السنة ايوة في كتير من الستات والبنات بيحبوا بقى موسم حفلات راس السنة اه والعزومات نعمل اجراءات تجميلية زي الفيلر والبوتوكس يا ترى هل ده صح ولا غلط قبل المناسبة بكام يوم يا سلام على السؤال ده فاضل قد ايه تعملي ايه ايوة وسنك مش سنهم قد ايه وتعملي ايه ايوة ماناش دعو بالاعمار خالي المهم بقى كل من في هما صغيرين يعملوا على الاقل ترطيل على الاقل وعلى الاقل بنعمل حاجة اسمها بروفايل البروفايلو ده في الوش كده بروفايلو فقط دي سكين بوستر ايوة دول كلهم من الاول للاخر دية الحاجة السريعة التي لو جيت ليلتها ليلتها تعمليها ما تضرش ملاهاش اي اثار ولا ورهم عشان كده فراح في الافراح والليلت الحنة وكده برضو اسألها نفس السؤال هي المناسبة بعد قد ايه تقول للمناسبة بعد دكتور عاصم شهر لا الشهر بقى انت وطنت وخالتك وعمتك وبتاع دول تعملوا كل حاجة تعملوا بوتوكس لان البوتوكس دروا تستنوا عليه ازواء عشان الريتاتش علشان لو حاجب عالي وحاجب واطي وكده الفيلر واللي هي عشان دي في حاجة اسمها ليفتنج فيلر عشان دول يعلوا كده دي برضو اسبوعين ثلاثة وعشان ادقنا ساعته المناسبة برضو الفيلرز والزاوية دي تكون كويسة علشان يعني زل الحاجات بنشوفها في الافلام كده بتبقى مش متزبطة يعني فهي دي ودي علشان برضو الزاوية دي تبقى كويسة تزبط لازم ديها وقتها نريح الوقت اه طبعا دي جولاين جد هي يمكن لو انا هختار لها حاجة هعمل لها بس لو انا هختار لها حاجة عمل لها نظارة اشمعنا لو حاجة واحدة تبقى نجول عين ايه اصلا من بعيد كده بتبان دايما انا بقولها بتحدد كونتور الوشة او بفش ضغر اليد والرقبة دول نمرة واحد نعيد تاني دي عشان لو هي معهاش فلوس تزبط ضغر اليد وهي بتتكلم يبان عليها مش هي يعني وهو والرقبة دول اللي اتنين يعني من نجيب من الاخر ايو خليكي في واجه الثرقبة ووش الايد الدنيا منزبوطة معاكي حسب البودجت لان حسب البودجت اليومين دول الاسعار غلت انما النظارة ثم النظارة ثم النظارة مهمة جدا 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 سكين بوستر ده ضروري بتاحت الجلد كده الدنيا بتنوح حلو قوي بس كتير من الاسكين بوسترز بيتاخد ثلاث مرات مثلا يعني بتعليل كل شهر كل شهرين صح كده شهر او كل شهرين بس الشهر الاولاني ده بينور الوش بتفرق لا ده بتفرق في يوميها يعني ايه في يوميها لو بس يعني بلاس زنقة اللي هي ايه ليلة الفرق ومتزنويش نفسك اخر لحظة يعني نروح للغلبان الغلبان اللي هو زبطنا بقى عشان ايه اخر يعني ما ما تزبطش سحر سحر هيعني سحر هيلحق طيب فيه عندنا اسئلة من جمهور برضو قدرنا نجمعها على قد ما نقدر في ايمان بقى تبتيسة بزول هي عندها ستين سنة ومن اربع سنين بدأت تحس بالتهابات جلدية في منطقة السادية بيكون فيها التهابات كتيرة وبتزيد رحت لدكتور كتاب لها كريمات كورتيزون وبعدين مضاد للتهاب تاخد العلاج وتوقف يرجع تاني للتهاب اكتر من الاول حاضر يبقى هنا حاجتين عايزة اقولها نمرة واحد قبل ما انساها فيه نوع من انواع الارتكارية كنت قلتلكوا عليها اسمها فيزيكا الارتكارية فيها شكشكة يتيجي هنا كده وكنت قلتلكوا عليها طيب الحفلة بكرة هتستغربوا من اللي انا هقوله ده يعني وهي لما يجي لها القتاك بتاعت الكولينيرجيك الارتكارية دي ما بتستحملش وانا كنت لسه بتكلم مع الشيف محمود فيه بتعمل ايه حاجة صعبة ايه اللي انا حاولها انديوست يعني احنا نعملها ليه هتقعد ثلاثة ايام ما بتجي لها ايوه جديد دي علي دي دي جديد ازاي بتتعمل ازاي انديوست انديوست يعني ايه انديوست يعني ايه ما اعملها طب انا عارف انا لما باخد حاجة سخنة قوي بيجي لي شكشكة فقوم اعمل لها شكشكة اه عشان العريس والعروسة والبتاعه ومامته وحتقب انت مصمصلي واندي عندها ايه وكده ما بيجبها هنعمل ايه انديوست والنهاردة هاوما انا عاملها لا حاعد ثلاثة اربعة يام ما بتجي ليش اه اوكي يعني انا باستدعي النوبة بتاعت يعني بنستدعي النوبة بتاعت الهرش دي باستدعيها بجيبها النهاردة على طول بحيس بتعدي لا هي النوبة دي هي النوبة اللي هي زرتك كده وحاوم تديها فيحصل ايه مش هتحس بيها الانديوست دي وتجي لها بقى بكرة وبعد وبعده ما تجي لها نكون عادينا المناسبة فتبقى هي في الامان اه بس دي اسرار طيب ولا اكنا حد سنع لا لم هشعر يا جماعة وبيننا وبينكم يعني الكلام ده طيب فيه نادية من الاردن عايز تقول حاجة لا طيب نادية من الاردن طبعا من حقيها وكل جمهورنا في الاردن منور يا دكتور وبتحقينا احيانا بيطلع زي لحمية ضافر بيكون عنده زي جلد صغير جانب الدوافر الايد هل دا اعتقد قصدها على الودة هل دا نقص فيتامين لا هي الضافر ساعات بيرزق في اللح يغرز يغرز واول الاول يلزق وبعدين يغرز يقوم طالح حاجة اسمها سودو بايجينيك دي حاجة كده طلعة وساعات تنز فمحدش يسيبها ومحدش يروح لجراح عشانا ومحدش يشيلها بنفسه ومحدش يعمل كده ويشيلها والنبي يا عاق مش انت ايوال انت برضو اللي هي قدام مامة العريس وكده تطر ايديها خال وتقصها حل وتدور الضافر اوي 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 لغاية ما الدنيا تبقى كويس فيتامين هنا ديفيشنسي ساعات يعملها الفيتامين ديفيشنسي نعم في البيتامين فيتامين اي بتاقيق لي ايه فيتامين اي اه طبعا وهم كل الخلل ده يبتدي يعمل كده في الضوافر ايوه برضو الترتيب بتاع الدرماكتف ريبير والدرماكتف ده سونسكرين بتاع مرة واثنين وثلاثة واربعة حتخلي ايد شكلها تعمل ثقة ازالت الجلد نفسه مهم ازالتها نفسها انها تشيلها ايوه طبعا هي اللي تشيلها ولا دكتور هي اللي تشيل يعني تعمل بالمبرد كده تدوره 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 تشيلها وتقوم عاملة تطهير حل وانتهى الموضوع على كده ما تحاولش ما تحاولش اكتر من كده بس ما تسيبش الضافر ما تسيبوش عشان ما يغرسي تمام فضل احنا خلصنا كده خلصنا طيب انا اللي برضو عايزين رايحين الحفلة او رايحين مناسبة عند مامتها عند حتروح لمامتها حماتها حماتها بتاع كل ده هتعمل ايه اهم حاجة تكون بتعمل الترتيب 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 يعتمد هل هي اصلا سألت سؤال انا جوتوش هل البشرة الدهنية لها ترتيب لها ترتيب كل انواع البشرة بس دية فوم طبعا الفوم حضر دية الفوم ونعمل اقل حاجة في الدنيا البوستر احنا قلنا اقل حاجة في الدنيا عشان الدنيا تنور الدهنية ما بيحتاجوش بوسترز عالية او زي بشرة الوقاية خير من العلاج نمشي على الخطوات ناخد بالنا من بشرتنا عندنا مشكلة نروح نسأل الدكتور ما ناخدش حاجات ما نعرفهاش ونحط كريبات ما نعرفهاش وبعدوا عن الكورتيزون ولسه هنكمل ان شاء الله معكم الحصاد والفقارات بتاعتنا ولكن مفاجأة بقى حلوة بكرة ان شاء الله دكتور عاصم هيكون معنا وهيكون ضفنا وهنتكلم يعني تحديدا عن موضوع الاكزيمة التأتوبية اللي بيعاني منها اكتر من 20% من يعني السكان على مستوى العالم كمان على مستوى العالم انتظرونا بكرة بقى كبار وصغيرين مشكورك دكتور ده انا اللي بشكور كل سنة وانت طيبين واستاذ امراض الجلدية والتجميل وكل سنة وانت طيب وكل جمهورنا طيبين هنروح لفاصل ونرجع من بعد ونكمل حلقتنا النهاردة الستات معرفهاش يجبه اشتركوا في القناة